اشتركوا في القناة البيان للحج والعمرة استعدادها للتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج تحدث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف السيد عبدالعزيز جاسم حجي رئيس قسم الإعلام لهذه المؤسسة سيد عبدالعزيز صباحك الله بالخير صباحك الله بالنور وسرور خوي أبو جاسم أودنا أن نعرف مشاهديننا بحملة البيان قبل أن ندخل في تفاصيل الحج جميل أولا أنا شاكر لكم صراحة جيتكم اليوم للاطلاع والاستعداد وحتى تشوفون بعيونكم مثل ما يقولون استعدادات حملة البيان لحجاجها الكرام حملة البيان هي حملة لها في السوق كانت موجودة من فترة طويلة وعايشة مجال الحج ولكن هذه السنة حبت تطلع بنصح التعبير بثيم جديد بهوية جديدة جميل بإدارة جديدة إدارة لها باع طويل وخبرة في هذا المجال وفي إدارة الحج بالإضافة أيضا إلى خدمات جديدة جميل مدام أننا تكلمنا في هذا الموضوع تعطينا نبدأ عن إيش الجديد اللي بتقامنا الحملة هالسنة وإيش الخدمات الجديدة اللي موجودة عندكم نعم طبعا حملة البيان في السنوات الماضية ما كان عندها موضوع جزئية الحج الخاص هذا أولا ثانيا حملة البيان في المرحلة السابقة وفي الفترة السابقة كانت فقط تقتصر على سكن أو فقط في منه وما عندها اللي موضوع أبراج مكة وأبراج الهلتون على سبيل المثال فهذه السنة الخدمات هذه كلها موجودة عندنا طبعا ناهيك أيضا على الخدمات اللي تأثي في نفس الوقت موضوع يعني زيادة في الكفاء موضوع التثقيف الدعوي والشرعي راح هالسنة يعني تختلف عن العوام الماضية هالسنة نوعا ما عندنا دورات مكثفة دورات شرعية مكثفة لقاءات مع الحجاج كذلك توجيه بالعربي أكثر وأكثر من السابق طيب جميل أنا باخذ كلامك وناخذ منه جزئية جزئية ونتكلم فيها الجزئية الأولى إيش معنات الحج الخاص الحج الخاص طبعا أغلب الحملات الموجودة في قطر أو نص الحملات الموجودة في قطر عندها مثل ما يقولون حج عام وحج خاص الحج الخاص هو تقدم خدمة كمالية للحج إن صح التعبير إنه عنده رغبة بحاب مثلا يدلع نفسه بالعربي جميل فبإمكانه نساعده على توفير خدمات إضافية عن خدمات الحجاج العام طيب كم عدد الحجاج هذه السنة؟ هذه السنة أجمالي عدد الحجاج ما يقارب 160 حاج وحاجة عدد الإداريين أيضا بالمناسبة تقريبا ما يقارب 30 إداري هذا غير المرشدين اللي راح تواجدون معانا من أهل مكة نحن دائما نحريصين في كل سنة ناخذ مرشدين من أهل مكة بحيث أن يدلون جميع المناطق نحرص أن يكون في كلباس مرشد وإداري أو أكثر من إداري بالإضافة للساق حتى الساق في أغلب الأحيان نشترط أن يكون صاحب خبرة ويدل منطقة عدل حتى لا نقع ببعض المشاكل اللي تواجه كثير من الحملات سيد عبد العزيز بالنسبة للحجاج العدد 160 هل في دورات تثقيفية صحية قبل ما ينتلقون نعم كان عندنا الله يحفظك ويبارك فيك ملتقى يوم الأحد اللي طاف ملتقى للحجاج السنوي جميل الدعوة كانت مفتوحة للحجاج والحاجات للرجال والنساء في الملتقى هذا تطرقنا لعدة نقاط وعدة مجالات تكلمنا على المجال الطبي والصحي تكلمنا على المجال الأمن والسلامة تكلمنا على المجال الشرعي والدورات العلمية أو الدورات الثقافية اللي راح إن شاء الله إنسان في تقديمها للحجاج أثناء المناسك وقبل المناسك كذلك جميل فكان لقاء طيب هذا نقطة مهمة النقطة الثانية أيضا حتى هم يتعرفون على الإداريين نحن نتعرف عليهم نشوف إيش متطلباتهم يكون فيها أريحية نعم بالضبط يرتاحون للإداري يشوفون لو عندهم بعض الأحيان عندهم بعض الاستفسارات موعيد الطيران متى راح تكون إيش بعضهم يتأكد من الخدمات اللي يحاب يعني يشوفها ويتأكد أنها هي موجودة ولا لا تطرقنا إلى موضوع الأداء المناسك يوم بيومها إيش راح يكون عندنا في اليوم الأول ويوم الثاني ويوم الثالث نقطة ثالثة التعرف هو على المفتي اللي راح يتواجد معانا يعني 24 ساعة نصح التعبير لأي استفسار شرعي حابين استفسرونه وأيضا أتوقع أن يوزعنا أيضا بروشورات عليهم كتيبات إرشادية حتى يتطلعون أكثر وأكثر على الله جميل طيب سيد عبدالعزيز في الختام بدنا تقدم نصائح لجميع الحجاج مش حجاجكم بس من ناحية الصحية التثقيفية شو المفروض أنهم يخذونه معهم شو المفروض أنهم ما يخذونه معهم قبل البدء في هذه النقطة حابنا يعني أشكر صراحة جاج حملة البيان على ثقتهم فينا وإن شاء الله ما راح يعني أو إن شاء الله راح يجدون كل تعاون واحترام ومساعدة من جميع الإدارين إن شاء الله حتى نصل إلى إن صح التعبير حج آمن فينا حج آمن صحيح توجيه لجميع الحجاج أنهم يعني إحنا دخلين على فريضة مهمة أتمنى يعني يركزون على أداء المناسك على الوجه الصحيح أي استفسار عندهم لا يسنوا ربعهم عندك المفتين الشرعيين يتوجهون لهم على طول أكيد في بعض الأحيان راح تواجهك بعض الاستفسارات بعض الأحكام الشرعية لا تتساهل فيها بالعكس توجه للمرشد حتى يعينك على الجواب الصحيح هذا واحد اثنين الكل يعني لا شك كثير من الحجاج أكيد عندهم أدوية خاصة معينة معهم لا ينساها لأنه وقت الحج صعب أنت تقول أبي توفر موجود نعم نحن ما نقول لكم الأوضاع هناك ممتازة وجيدة وفيها طبعا يعني أغلب خدمات وأو إلى آخر ولكن الاحتياط واجب بالضبط الاحتياط واجب بالإضافة أيضا يعني أتمنى أيضا من جميع الحجاج يعني لا يروح مكة أو المدينة لأداء المناسك هو ما عنده أي خلفية تماما عن الحج برشيرات برشيرات المواقع الإلكترونية متواجدة أتمنى يطلع ياخذ فكرة عامة عن الحج يش بيسوي في أول يوم ثاني يوم بحيث يعني أول ما يروح يكون مستعد يوم بيوم مثل ما يقولون ويكون على أكمل وجهك بأض الله وجهك وشرفتنا على شاشة راية الله يبارك فيكم أنا شاكر لكم شكرا وشاهدينا الكرام نحب نشكر السيد عبد العزيز جاسم حدي رئيس القسم الإعلامي في حملة البيان إن شاء الله نتمنى الحجاجنا حجا مبروك والذنب مغفور تمنى لهم رحلة سعيدة وهذا كان ما لدينا والآن نرجع لخواتف الاستيديم يعطيك العافية أخي حمد وكل الشكر حق ضيفك على هاي المعلومات اللي يقدمونها أولا أخي نقول على هاي المعلومات اللي قدمها لنا وعلى الخدمات اللي يوفرون حق الحجاج عشان يوفرون لهم حج آمن ومريح أكيد ووصلنا معكم ومشاهدين إلى الفقرة السياحية وسؤال أمس كان يعد سوق واقف من أشهر لسواق وأقدمها فلماذا سمي سوق واقف بهذا الاسم الجواب كان لأن الناس تعرفوا على الاسم سوق واقف لأن البائع والمشتري كانوا يجرون عمليات البيع والشراء وهم واقفين أما سؤال اليوم مشاهدين مدينة تمتاز بشاطئها الجميل تبعد عن الدوحة 84 كيلو متر باتجاه الغرب وهي قريبة من قلعة بروق عن أي مدينة تحدث بعد لكم السؤال مدينة تمتاز بشاطئها الجميل تبعد عن الدوحة 84 كيلو متر باتجاه الغرب وهي قريبة من قلعة بروق عن أي مدينة تحدث واللي ودهم يشاركون في المسابقة لازم يكون عمرهم فقط 18 سنة ويتواصلون على موضوع الاجتماعي تابع الهيئة العمل للسياحة على العنوين الثانية انستغرام فيسبوك تويتر كاتر السامر فيستيبل ومشاهدين لن ننسينا الإجابة ترفق برمز الهاشتاغ هاشتاغ مهرجان صيف اندرسكور قطر أو هاشتاغ يو اس اف الفين واربعة عشر ونبقى أيضا في السياحة بنشوف معاكم تقرير عن فندق سانتريجست وراجعي تشتهر دولة قطر بمنتجعاتها العصرية وفناديقها الفخمة حيث تقدم للزوار تجربة لا تنسى في عالم السياحة يحظى الزائر لمنتجعات الدوحة بفرصة الاسمتاع بمشاهدة روائع الهندسة المعمارية التراثية إلى جانب مجموعة واسعة من وسائل الرفاهية والمرافق الفاخرة التي تلبي كافة احتياجات الزوار والمقيمين سانتريجست الدوحة إحدى المنتجعات المساهمة في تنشيط الحركة السياحية للدولة حيث يستقبل المنتجع سنويا أكثر من ثلاثة آلاف زائر يتألف المنتجع من خمسة أبراج منفصلة يعلو كل منها قباب زخارفها الهندسية المميزة يتكون كل برج من ثلاثمائة وستة وثلاثين غرفة تضم سبعين جناحاً بديعاً يبلغ عدد الوحدات السكنية أربعمائة واثنان وعشرين وحدة جاهزة للسكن مفروشة بأرقى أنواع الأثاث ومجهزة بالكامل بأحدث الأدوات والأجهزة الحديثة ومع السياحة ومشاهدين وصلنا معكم لنهاية حلقتنا إن شاء الله استفدتم وستمتعتم معانا واللي وده يتواصل مع فريق الصباح رباح ما علي إلا يرسل عائمين للبرنامج صباح.رباح.تريان.تفي أو على صفحتنا على الفيسبوك أو هاشتاغ الصباحرباح بتويتر واللي ما تشاهد الحلقة من أولها يقدر تشوف لي عادة الساعة ثنتين بين الصلاتين وحلقات صباح رباح وكل حلقات أو برامج القناة بتحصونها في موقع قناة الريان ونشوفكم باتشار على خير اشتركوا في القناة